شكراً شكراً والله سلام عليكم كنوا راحنا معهم السيمة إسكن بقى نعمل لك ماذا كنت مش فهم حاجة حدقى القبى يا ستا؟ حدقى أنت مش راح التحرير حساحبك بعدين يا لاركا يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز ماتبقاش أوفري يا سيف كنز يدي فلوس عادي خلاص أول ما الراجل يطلع ننسقه نكتفه ونقوم ضربينه واخدين الفلوس لأ هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم اسكت بقى أصلاً جاي عندي طاقة كده ومتحمس إن أنا كتف حد طب خلية نعرف ده البيت ولا لو سمحت ده بيت عم سنجاري سنجاري إيه؟ ده بيت عم رضة مقفول وحنا جئين قدورة لو سمحت ده بيت بنداري عم بنداري ساكن في أول دور طح آه شكراً ريحت وقلبة الدونيا عم سنجان هاي أنكل بندق أهل و سلام أهل و سلام لأ بنتي حضرتك مش هتعرفني أنا نيلي عبدالله مكاوي أنا نيلي ليش معقولة تكبيرتي هوا يا حبيبتي تفضله تفضله أولاد ولا.. 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 يعني.. شكلنا جينا في وقت مش مناسب أصلي طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الربدة يعرف إن جوه في شاء اللبزات ولا ليه؟ اتفضلوا تعالوا تعالوا اتفضلوا يلا ايه ده؟ هيخلينا نتفرج شرفتولا اتفضلوا اتفضلوا فادي اتفضلوا ازايك يا انكلام بندق لا أرجوكي ما تعاليش صوتك عشان هنا أنا عايش الوحدي مش قلتلك الراجل ده بتاع شاء اللبزات؟ والله والله أنا كان نفسي إن أنا أجي أزورك خصوصاً بعد اللي حصل لبابا ده عشان كنت أتطمن عليك وعلى ماما ميمي وعلى شريهان بص بايا أنكلام بندق أنا مش عايزة أي بني قدم يعرف إن أنا جيت لحضرتك هنا بالزيت اللي اسمها الشريهان دي خلاص يا بنت خلاص خلاص اعتبر سردك ده في بير طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني أنا بير أسراره صندوق الأسود اللي بتحطي فيه كل الأسرار بتاعته الحمد بالله بعد ما مات ما فيه سر منهم لطلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت كويس قوي طب يعني لو أرز يعني إيه اللي فكركم بيا كده كلكم مرة واحدة؟ كلنا مين؟ هو ده أعصد يعني أنت وخطيبي ده صح؟ ومش ده خطيبيك؟ آآ آآ خطيبة طبعا لا ده مش خطيبي خلص ده واحد صحبي عادي بتقول كده عشان حسن لو سمحت أونكل عم بندق أنا كنت عايزة أطلب منك طلب كنت عايزة توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد نفتحه أخد منه حاجة بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر خبور بجور whatever خلص خبور وبور مجور إيه اللي انت عاوزينه؟ وقت ما انت تكوني عاوزة تعملك كده قولي دي بس وأنا أجهز نفسي وأفتعلك المرسم عايزة كده دلوقتي حالا دلوقتي ما دلوقتي هنجعش مش هينف علي خلبوس عم بندق حبيبي عم بندق عم بل باول حباتك شريهان نيلي عرفتي باقي ماينفعش ليه؟ دي آخر حاجة كنت تخيلها شريهان وعم بندق لا ايوه عايزة تحبس بساي باول ايه؟ ايه ده؟ عايزة تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت لس مكاني الدبدوب ولا واي لما نفسها انا لازم امشي بالمكان القازر دوت هوا ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابة دي موجودة هنا؟ لا 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 الفلوس من وراي انا? لا يا حبيبتي الي موجودة مانبديري عشان تاخد الفلوس من وراي انا. احتمي نفسك يا ر Gobetti انت. goofs it'll be, رض عليها. لم نفسك يا رب ت think? الله 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 الله. في ادي زن terattic mindedermda ,دab doop ,لم نفسك يا نوب. يا ساحين. طبعا اي منذ كده? يا ساحنابي يا ساحنابي يا ساحنابي يا ساحنابي. الله 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 طب اقوللك على حاجة . السحنابي دي تبقامل. اي مو ميسكده. بس في parameters آهاااااا عم بندق عم بندق حرام عليك والله الراجل حيموت انت السبب وأنا ماغي هو أنا اللي كنت بتحته بالزهرية ماتقلي شكده فيوشي قولي فيز قولي فازة حتى أنم ماتقليش أنا كده فيوشي برضك انت اللي بطحته بالفيز أنا كنت عايزة خبطك الانتي بس انت اللي مشتني ما كنتش عارفة أصلاً كدك كده أخبتك بالكوكاة اللي على دماغك دي كوكاة دابوني لا بس بانتي وهي خلونا تشوف الراجل ده اللي حصله هنبندق هنبندق الراجل بيصوصو يا جماعة طيب صوصولو في ودنا ممكنين انت هو أسفل انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا يا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي برضو هتقول لي فلوس جدي بص يا حبيبتي عشان نجيب من الأخي كده أنا ليا في الفلوس دي زيك بالزبط برضوكي أو غصبة عنك والمجلة معايا عايزة تكملي معايا في الحوار أهلاً واسهلاً مش عايزة انت حرة هيكده يعني أوكي بسم الله بسم الله الحمد الله بيقوها يا جماعة بس 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 كلبه وراح كلبه وراح خير الله خير الله جبنا العيش وحطنا في التلاجة عشان تشئة آه آه جبنا العيش وحطنا في التلاجة الحمد الله انت بيين؟ أنا لعيش الملادي وأنا التلاجة لأ لو سمحت يا عمي بندق مش وقتا في وقدر نذكرها خالص عايزين نروح نشوف الفلوس عندي مين؟ أنا نيلي عبدالله مكاوي نيلي نيلي فلق برجي يا نيلي ايه يا عمي بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن كل حاجة زي ما هي أنا مجيتش هنا بقالي خمسة عشر سنة لكن كل حاجة زي ما هي المحلات المحلات اللي برا والعمويد بتاعته النور حتى الخشب حتى الخشب ده كله كله يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبدا كل حاجة كده والعمويد والأبوة دي وكله كله كله ياه عالدنيا ياه ايه ده حتى عم عبدو من خمسة عشر سنة دي قاعدته كوبات الشاي والمتاع يمكن بس صغيرة الجلبية لكن زكا عم عبدو زكا عم عبدو اخبارك ايه؟ ايش فاكرني يا رجل الزاكرة بقى انت على فتا خمسة عشر سنة فاكر عم عبدو الزكريات الحلوة ما كنت بتجيبني طبق الفول او طحين او زيت الحر؟ ها فاكر ياه تسعتها كان اخر طبق يعني ما حاسك تاكش عليه زكا عم عبدو حشني اوي 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 بس على فكرة يعني انا مش عم عبدو يا دي مش عمارة الضمنهوري؟ لا دي مش عمارة الضمنهوري عمارة الضمنهوري هناك دي ام طريقة الava ياه هتقول ليا عم عبدو وانا مان اسميش عم عبدو ايه ده بس انت بتنكر نفسكلي عم عبدو برضو هاليا العم عبدو متعصبنيش والدياة خلاص 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 يلا بنا عم بندق يلا يلا صاري يا عم عبدو برضو عم عبدو بس بس يلا في ايه في ايه أكذاب كذب ألا ألا عم عبدو تعالي كشوا مالكفوش أنا مش شايفة حاجة هوا النور مأتواع ولا ايه سألي واحدة هاشد السكينة كله هيوالع أوكي ياه انكبوت ما كان غريب ده ناسك خيوته مش موجود سيف ممكن تجي جنبي هنا؟ ممكن يهجمنا في ايه لحظة بس بقى ترجمش إلا بستخدمش ايه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب هو جدك كان بيتبع ما تشرته ايه ده؟ ده البتاع ده؟ ميكماوس مين ميكماوس ده؟ هو جده غبي هيا يه الناس دي مقتورة طبعا بجد بس مقام تخفوش ايه ماتخفوش، انا حبيت له حظر معاكم بأخذوكم وده هزوار ده اصلاً اهاجف تعالوا تعالوا خش خشوا خشوا جوه تعالوا ده رجل موهايف رجل كبير موهايف تعالوا تعالوا متخافوش انا هولع السكينة السكينة انا خاف منك انت ولا هاني البتاع ده غريب قوي ده ميكي مين مي كبار اللي انت بتقول واو انا مش قادر اصدق ان انا في المكان اللي اترسم فيه اعداد ميكي يجيبه لغذي ميكي انا مش قادر اصدق كمية التراب اللي انا واقفة فيها هو احنا جايين نسكن هنا احنا جايين ندور على الفلوس شوشو شو 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 ايه هاقض استنى يا مكان كله التراب احنا جايين ندور على ايه بقى ما احنا زينا زيكة اهو مش فاهمين حاجة بس قادينا بنفكر بس النغذ بيقول ان الخزنة بتاعت الدمان هو يتسرقت تفتكوا فيه خزنة بقى هنا انا ما اعتقدش ان يكون فيه خزنة هنا لو فيه خزنة تبقى في قودة مكتب اه ولو موجودة هتبقى السرقت طيب ما تيجوا نشوف القودة دي يا جماعة ممكن تكون قودة المكتب تعال بقول لك يا سيد ايه خش دور على الخزنة هنا وانا هدور هنا مطراب قوي مفيش حاجة هنا مفيش حاجة هنا برضو مفيش ما اتقوالش مفيش ايه مفيش ايه اعمل لك كوبال شاي عشان تستحمله بيها الطراب ده شكرا عم بندو مش عايزين شاي لانك لو عملتنا شاي هتوقت تاني وتجي تخدنا تاني فشكرا مش عايزين حاجة خليكوها فينا خلاش انا هناشف جدا عم بندو يا لذيذ انت فيه خزنة في المكان اللي احنا فيه ده اكيد لا اكيد لا ولا تعمل زعم عبد البواب لا 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 اكيد لا اصلي انا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده ولو كان جد وجاب خزنة كان قالي اصلا هو بميخبش علي حاجة ابدا خالص جبته بحبني انت بتحب المكان ده جدا جدا بما تنظفه بيجي لحساسية وبعد كده اقول لكم اللي حاجة بصراحة انا ليه زكرات جميلة جدا 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 ترى في اللوحة دي ملا انا اللي معلقة جبت مصمار عشرة سنتي صلب حطيته انا مش كده بشي قد كليهو رفت عنك اهو جاي تنزل طبعا اما نجي على صباحك ما جايش في المصمار لا جاي في المصمار وعلقت اللوحة وما انت عاد تعملي كده ليه فكرتك هتقول كده بحيب الساسبنس يا أولاد اصلا هايف استنوا يا جماعة اللوحة دي هي هي اللي موجودة في المجلة وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحة ممكن تبقى الخزنة وراها ايه حبيبتي الأفلام اللي انت عيش فيها دي وبعدين انت مش سامع دلوتي عما بندو بيقولك هوا اللي معلقها بنفسه حتى تجيب التوبة والمصمار عشرة سنتي صلت وراح عامله كده وعمل التوبة جامد كده تش ما خبتتش فسبوعه رح لا حطها عادي ايه ده الخزنة دي ليه رقم سري اكيد طبعا انت كمان هتعمل نفسك عارف ان فيه رقم سري لا انا بقول اكيد ليه رقم سري بس ما قلتش ايه هو الرقم السري طبعا عشان ما تجذبش واسعي كده تاريخ ملت جده كام تلاتين عشرة اربعة وتمانين تعرف منين انت إيه اللي عرف منين ايه عائل صغيرة عارف تاريخ ملت جده ده هداف الأهلي وافريكا يا بنتي انا مش بكلم على جده ده انا بكلم على جدنا احنا اتنين وعشرين عشرة الف وتسعمية اتنين وتلاتين يعني اتنينتينت ماليش التنين قابل التلاتة ولا التلاتة قابل الاتنين معروفا للتلاتة اكبر بالاتنين انتو بتقولوا اتنين وتلاتين فانا بتلخبط مابل خلصني وبابل ما بتفتحش طب جربي كده تاريخ ملدي تاريخ ملديك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني ما هو بيفتح الاميل بتاعي الباسورد تعالاتم متاع جده كام؟ يعني ايه ايه الاتم دي؟ الاتم اللي هو الرقم القومي يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي الاتم دي البطاقة الاتيمة عشان كده اسمها الاتم اللي هي دلوقتي بيسموها الاتم مش لما تجي تخش مكان اولاك لو سمحت هات الاتم بتاعك صح هو ده انتو بتخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف اوه المكان ده بيخلان نفكر بشكل متخلف نفكر بشكل علمي شوية احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجلة اللي معاك ده يعني ايه رقم العدد فين ده؟ رقم العدد الموجود على المجلة من بره اوكي سعي انا بس بعالي اذنك بعالي اذنكو بعالي اذنكو ممكن بعالي اذنكو اتفدن دعوني اذنكو اوكي اوكي قرأ اذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة